أهلا بحضراتكم من جديد طيب اليومين اللي فاتوا اتخذ قرار مهم جدا بخصوص الدوري في الفترة اللي جاية وأمور متعلقة بتعلمات القيد في الموسم الجديد عشرين اتنين وعشرين عشرين تاراتة وعشرين وهربط القرار اللي اتخذ وهو قرار عظيم جدا من اتحاد الكورة بقرار ظهر بالأمس أو تم اعلانه بالأمس من قبل الاتحاد الافريقي وهو اعتماد أسماء الأندية المصرية ومنحهم رخصة الأندية المحترفة الأهلي والزمالك في كأس الكونفدرية وأهلي والزمالك دوري أبطال والأربع عندها حاليا معهم رخصة الأندية المحترفة يمكن الأهلي كان دايما معه الرخصة الدائمة مش الرخصة المؤقتة وكان فيه أندية من اللي تم اعتماد الأسماء لهم كان معهم الرخصة المؤقتة لكن بالأمس زي ما انتوا شايفين على الشاشة الكاف اعتمد رخصة الأندية المحترفة للأندية المصرية اللي هتشارك في البطولات الافريقية أهلي والزمالك في كأس الكونفدرية طيب فكرة الرخصة إيه اللي حصل فيها هنأشرح لأن فيها كلام مهم جدا من بعد ما تم الإعلام بالأمس والناس عملة تسأل إزاي في بعض الأندية خدت رخصة الأندية المحترفة وكان فيه معايير وقرارات صدرت من الكاف في شهر ستة فالناس عايزة تفهم إيه اللي حصل هاشرح ده لكن هاشرح الأول خبر مهم جدا اتحاد الكرة قالوا مبارح وهو متعلق بأنه هو لا يجوز لأي نادي شراء العامين إلا في حدود الميزانية المقدمة من النادي في ملف الترخيص عشان كده أنا شرحت أشرح الموضوعين لأن الموضوعين مرتبطين ببعض أول حاجة معنا القرار ده إن في ملف كل نادي اتقدم للتحاد الكرة والاتحاد الإفريقي بالنسبة للموسم اللي جاي اللي هينطلق إن شاء الله سواء محلي أو أفريقي في منتصف عشرة انت بتقدم في ملف الترخيص بتاعك الميزانية اللي هتصرفها خلال السنة الجاية نفترض مثلا انت حددت ميزانيتك السنة الجاية 100 مليون جنيه ومحدد في الميزانية في 80 مليون جنيه هتتصرف على رواتب العمال والموظفين واللعابين والأجهزة الفنية إجمالا سواء الأكاديميات قطاع الناشئين الفري الأول طيب بيتبقى كم من المية؟ بيتبقى 20 مليون حضرتك لما تيجي تشتري وتعمل صفقات ما تدفعش أكتر من العشرين مليون تاني انت مقدم ميزانية في ملف الترخيص بتاعك 100 مليون جنيه هتصرفهم السنة الجاية ومحدد في الميزانية انها هتصرف تلتين الرقم ده اللي هو مثلا 80 مليون على المرتبات وعلى التشغيل وعلى كل الأمور الخاصة بقطاع الكورة والرحلات والسفريات وانت مغطي كل ده للسيزون اللي جاي طيب متبقي كم؟ 20 مليون ما تجيبش صفقات أكتر او ما تدفعش صفقات أكتر من 20 مليون ما تجيش تقولي انا جبت بقى 20 لعيب 40 و50 مليون هنا اتحاد الكورة لازم يبقى ليه وقفة لان اتحاد الكورة هو اللي أعلم اتحاد الكورة خد قرار خطير جدا 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 عشان كده أنا النهاردة هطالع اشرحه بتفاصيله لانه مرتبط بحاجات مهمة جدا في الفترة اللي جاي طيب دلوقتي بعد القرار ده يجب على اتحاد الكورة انه هو دلوقتي يطلع كتيب او يطلع ملف كامل بميزانيات كل الاندية اللي هتشارك في الدوري السنة الجاية يعني كل نادي السنة الجاية هيلعب في الدوري يجب على اتحاد الكورة انه يطلع منشور او كتيب يعرفنا كل نادي يمقدم ميزانيته الكورة عنده كام كله هيدفع كام؟ مرتبات هيشغل قطاع الكورة بكام؟ وهيتبقى كام؟ وبالتالي الرقم اللي هيتبقى ده يقدر يجيب به صفقات لعيبة عشان ما نتفاجئش والأندية تتفاجئ وهي شغالة دلوقتي وهي بتصرف على الصفقات نادي مثلا بيفقر يجيب لعيب بيلعب في منتخب كبير وبيلعب مثلا في الدوريات الأوروبية أو بيلعب مثلا في الدوريات الأفريقية يقول لك النصارف وجاب لعيب ده بـ 10-20 مليون دولار طب انت مزانيتك كانت كام يبقى اتحاد الكورة اللي خد القرار ده علينا هو دلوقتي يفسح عن المزانيات اللي اتقدمته من كل الأندية في ملف الترخيص اللي تم اعتماده من الاتحاد الإفريقي والاتحاد المصري ده للشفافية والاتحاد لما يطلع قرار زي ده يطبق السنة الجاية ألف به ده معناه انه هو هنا عايز يطبق الشفافية طيب ماذا لو نادي اشترى أكتر من القيمة المحددة في الميزانية اتحاد الكورة هيعمل ايه لازم برضو اتحاد الكورة يشرح لنا ايه اللي هيعمله الفترة الجاية خدوا بالكوا الناس ربط الملف ده بملف دايما بيتقال في الدوريات الأوروبية اللعب المالي النظيف اللعب المالي النظيف كان يتقال لك ايه انت مثلا صارف ربعمائة مليون وإراداتك مئتين مليون فعندك عجز مئتين مليون لا ده مش اللعب المالي النظيف اللعب المالي النظيف هو مرتبط بالجمل اللي بتكلم عليها دي انت مقدم ميزانية بعشرة هتحدد احتياجاتك او هتصرف على احتياجاتك بتمانية يتبقى اتنين لما تجيب صفقات للموسم الجديد ما تصرفش اكتر من الاتنين المتبقيين من الميزانية وبالتالي هنا اتحاد القرى عليه انه يفصح عن الميزانيات اتنين يقول لنا لو نادي اشترى اكتر من القيم المحددة في الميزانية هيعمل ايه الحاجة التالتة والمهمة اكيد منشور القيد اللي هيتم يعلانه الفترة الجاية من قبل اتحاد القرى لازم يحدد ده في منشور القيد لكل الاندية بلا استثناء طيب ده يودينا بقى في سكة تانية ان خلاص الاندية قدمت ميزانياتها وقدمت كل ملفات الترخيص بتاعتها وفيها كل التفاصيل دي والتحاد القرى اعتمد كل ده وبعته للاتحاد الافريقي اللي خلى الاتحاد الافريقي يعتمد الملفات دي رغم ان فيه اندية عليها مدينيات وعليها احكام في الفترة السابقة كلنا عارفين ان ملف الرخص عشان يتقدم لازم بتقدم اوراق تثبت ان المعيار المالي عندك سليم المعيار القانوني مظبوط ما عليكش مستحقات لاي فرد داخل القطاع بنتكلم عن عاملين وليعبين واجهزة فنية وحتى مصلحة الضرايب والتأمنات الاجتماعية يعني ممكن نادي يكون مسدد للعاملين والموظفين والاجهزة الفنية لكن عليه مستحقات للضرايب والتأمنات الاجتماعية بالتالي هنا ملف الرخصة لا يصلح وبالتالي لا يعتمد طيب ايه اللي حصل عشان الكافي يعتمد ده حصل حاجتين اول حاجة في خطاب اتبعت يوم 8-6 هيطلع على الشاشة ليكوا دلوقتي من الاتحاد الافريقي اللي الخطاب ده حدد المعايير اللي على اساسها كل نادي هلا يستوفي الشروط دي ولا مش هيستوفي الشروط دي كانت من ضمن الشروط ان اي نادي عليه نزاع صدر او صدر في حكم قبل 31 ديسمبر 2021 ما لم تتم تسويته بالكامل قبل 31 مارس عشرين اتنين وعشرين مش هياخد رخصة الاندية المحترفة خلاص تمام الخطاب ده لما طلع عمل ازمة كبيرة جدا لفرق واسماء اندية بتشارك دايما في البطولات الافريقية بل كمان بطل دوري ابطال افريقيا كان عنده ازمة لو الخطاب ده استمر بنفس الشكل ده بنفس المعايير دي طيب اتحاد الكورة عمل ايه؟ اتحاد الكورة جالوا الخطاب ده يوم اتنين ستة فيوم خمسة ستة على الشاشة برضو هستعرض لحدا لكم الخطاب اللي بعتوا اتحاد الكورة لالاندية المصرية بيقول لهم خدوا بالكم الكاف بعت في اتنين ستة بيطلب مننا ان احنا نعمل المعايير واحد اتنين ثلاثة أربعة خمسة عشان تاخدوا رخصة الاندية المحترفة من الكاف في الفترة اللي جاي الخطاب ده لما اتبعت يوم خمسة ستة في اندية خرجت عبر كذا مسؤول في الفترة الأخيرة اتكلم على وقال ايه انا علي احكام سابقة وانا علي مشاكل وقضايا سابقة ازاي اتحاد القرى يخترني يوم خمسة ستة ان انا هسوي كل ده قبل تلاتين ستة انا مش هاضر الحق اخلص كل المشاكل دي وكل التفاصيل دي خدوا بالكم التفاصيل دي مش قضايا ومستحقات لصالح اندية ولعيبة لا ده كمال لو عندك مشاكل في الضرائب والتأمنات الاجتماعية لو عندك مستحقات قديمة للعبين اللي لسه بيلعبوا معاك في الفترة الحالية ولسه مقيدين في قيمة الفريق وبالتالي الخطاب ده لو كانت نفذ كنت هتلاقي ما لا يقرب او ما يقرب يعني من ناديين او تلاتة في دول شمال افريقيا مش موجودين السنة الجاية في دورة ابطال افريقيا ناديين او تلاتة نادي مصري نادي مغربي نادي جزائري طب ايه اللي حصل ده بقى اللي حصل في الفترة اللي فاتت والناس كلها مستغربة عايزة تعرف ايه اللي حصل يوم تسعة ستة الكاف بعد خطاب جديد للاتحادات المحلية حط استثناءات وحط بعض الشروط عشان يسهل شوية الاجراءات ويخفف شوية من المعايير اللي اتطبقت في خطاب يوم اتنين ست قدامكم على الشاشة وده الاول مرة يتعرض على الشاشة خطاب بتاريخ تسعة ستة حط استثناءات وتعديلات على خطاب اتنين ستة ابرز الاستثناءات ايه خدوا بالكم الخطاب ده من حوالي ست سبع وراءات بس مش هستعرض يعني ست سبع وراءات لكن بنسبت لكم فيه خطاب اتبعت يوم تسعة ستة للاتحاد المصري الخطاب ده فيه استثناءات هي الاستثناءات مثلا لو تم إبرام اتفاق ما بينك وما بين الجهة اللي لها مستحقات ليها عليك تمام وخدت منها موافقة على تمديد الدفع لبعد واحد وتلاتين مارس يعني انت كان المفروض واحد وتلاتين تاياتة اخر معاد تسوي فيها مستحقاتك لو انت ما سوتش بعد المعاد ده حتى لو روح تسوت بعد كده مش هتشارك لا خطاب تسعة ستة غير شوية قالك لو انت ما كنت تسوت بعد واحد وتلاتين مارس والطلب منك اللي انت ترسل ملف بتاعك ولسه ما سوتش لا عندك فرصة تسوي مع الجهة اللي لها مستحقات عليك لغاية بعد واحد وتلاتين مارس يعني سوت في تسعة ستة عادي سوت في شهر سبع عادي بس يتجيب ما يوفيد انه حصل تسوية وحصل جدولة للمستحقات اللي عليك وبالتالي واحد وتلاتين مارس اصبح معاد خلاص لاغي مبقاش موجود وده كان موجود في خطاب اتنين ستة كمان خطاب اتنين ستة كان بيقولك لو في دعوة قضائية وصدر فيها حكم نهائي والاحكام نافذة وانت مثلا يعني رحت لي المحكمة السويسرية وطعنت على قرار المحكمة الرياضية هو خلاص الحكم نهائي الخطاب الاولاني كان يقولك ايه مش هتشارك لان انت خلاص ادر ضدك حكم نهائي الخطاب التاني لو انت رافع دعوة قضائية عشان تتجنب تطبيق الموعد النهائي للسداد الدعوة دي تسمح لك انك تشارك وتاخد رخصة الانديا المحترفة طالما انت عامل دعوة لتجنب سداد او خد جدولة او عملت تسوية مع الجهة اللي ليها مستحقات عليك الحاجة الثالثة ودي كانت الغريبة ان الاتحادات الوطنية كمان اصبح ليها ضر فعال جدا في حل هذه الازمات ان النادي دلوقتي بيقدم للكاف قدرته على اثبات حسن النواية والسداد امام الهيئات اللي بتسدد قدامها المستحقات اللي عليك يعني مثلا الاتحاد المصري عنده قضايا ومعروف ان النادي دعا ليه مستحقات تمام بس النادي ما سددش هنا الاتحاد ممكن يكون ضامن للنادي عشان ياخد رخصة الانديا المحترفة طالما الاتحاد ده ضامن ان النادي هيسدد خلال الفترة اللي جايه يعني اصبحت الاتحادات كمان بتقدم ضمانة للكاف عشان تسوي مستحقات الاندية اللي عليها الفترة اللي فات عشان تشارك في المسابقات الافريقية دلوقتي عرفته ليه الكاف مبارح اعتمد رخص كل الاندية اللي هتشارك لان خطاب 2-6 كان على الاقل هيشيل 3 اندية من شمال افريقيا لو اطبقت المعايير بحزفرها لكن جايه خطاب 9-6 لغى المعايير وخفف شوية من الاجراءات وبالتالي هيشارك وخد 58 نادي في افريقيا رخصة الاندية المحترفة وخد 50 نادي اللي هيشاركه في الكونفيدرالية رخصة الاندية المحترفة وبالتالي الزمالك معا رخصة الاندية المحترفة بيراميز وفيوتشر نفس الكلام والقال كده كده كان معا الرخصة دي من قبل سنتين وحتى موجودة حاليا في مدحف النادي في مقره بالجزيرة يمكن قدر ان كان حاولت بس اشرح لحضراتكم اللي حصل فيما قبل يوم 2-6 وملف الرخص والخطاب الاستثنائي اللي صدر في 9-6 عشان الاندية تاخد الرخص وارتبط ده بالقرار اللي خده اتحاده الكورة اول امس ان اي نادي هيشتري لعيبة لازم يشتري في حدود الميزانية لان ده موجود في ملف الترخيص وبالتالي الفترة الجاية عايزين من اتحاده الكورة حاجتين اول حاجة الاتحاد يفسح للاعلام ميزانيات الاندية اللي هتشارك والحاجة التانية يقول لنا لو نادي اشترى اكتر من ميزانيته ايه اللي هيحصل معاه كل ده عشان الشفافية واحنا عشان يكون عندنا الشفافية شرحنا لكل جمهور الكورة المصرية اللي حصل في ملف الترخيص عشان تعرفوا ان المعايير دي لما بتتطبق بدون استثناءات في اندية مش هتلعب بر مصر مش هتلعب في افريقيا وفي اندية في شمال افريقيا حتى ممكن ما تلعبش بطولات افريقية حتى لو هي حاملة اللقب وفايزة بدورة بطال افريقيا مرتين وثلاثة وممكن كمان خمسة اتمنى نكون قدمنا حاجة مفيدة للمشاهد في هذه الجزئية اللي انا عارف عاملة بالبالة كتير اوي في السوشيال ميديا والناس عايزة تفهمها فقدر ان كان النهاردة شرحناها لكل السادة المشاهدين اهرج الافاصل وبعد الفاصل نرجع ونكمل ونشوف كيف يستعد الاهلي اشتركوا في القناة